السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نزلنا سؤال على الانستا وعلى الفيس. اه قلنا افضل رد مهزب لشخص سألك. هنفرح بيك امتل? انت هنفرح بيك. انا عايز اقربوا التعليات. يعني صراحة وانا بكرت التعليات يعني بصوا ايش عايز اقول لكم. اه اه اسراء سليمان? اسراء سليمان بتقول اي عنا يضل يقولوا قبل ما نفرح فيك من قبيل الدعاء والتبشير. اه مو سؤال يعني طبعا. هاي الجملة صار تسمحها كتير. بضل يقول لهم بس يقولوا تسلموا يا رب. وبل ما تفرحوا باولاكوا طبعا. وانا ما يجسروا يضلوا يدعولي ويحاولوا يبعتولي بس يعني ما عم اه تزبط بقول لهم يعني لا تيقسوا وضلوا حاولوا. يعني هي المشكلة عندكم. انت لو ما بتدعوش كويس. اه طوق اليسامين بتقول اه من دعوة امثالكم اه دعواتنا ربنا يفتح علينا يا رب متأخرين جدا. بس انتو اللي متأخرين في الدعاء. اه شيماء محمد بتقول انا فرحانة بنفسي على طول. اتفضل اه. اتفضل شوف انت يناسب حضرتك وتعالى وانا هفرحك. بتقول لك انا نفسي فرحانة. اصلا انت هنفرح بيك دي ما انا فرحانة عن نفسي. بتشوف انت ناوي تفرح امتا وتعالى وانا فرحك ان شاء الله. اه برضو من التعليقات رضوة جمال بتقول في حياتك ان شاء الله. اه اه نعمة احمد عندما يشاء ربي. احنا انا ما تقول رد مهزب. لاني طبعا وانا عايز اقولكم ان ده سؤال مش بس سؤال منتشر. انسان بيحرج وساعات اه يعمل قلق للي قدامك. اه هو عايز يقول يقول هو ربنا جاله ناصبا انت هتعرف وهتفرح من غير اي حاج. اه خلينا نقول كلام العلم نور يا حلوتك يا دكتورة ولا انا يحب ربي. يعني لما ربنا يشاء باذن الله. اه وفاء اه خضر بتقول لما ربنا يأذن بالفرح باذن الله. اه سوها صابر بتقول ربنا عارف المعاد وربنا يأذن بالخير. اه والله ردودكم مهزبة. انا لسه اجيب لكم الردود اللي خلتنا برا اطار البر اطار الردود صراحة. اه هناء محمد بتقول التسهيل على الله. ربنا يسهل لشبابنا وبناتنا يا رب. اه والله انتم محترمين. اه بسمة. اه بسمة. بسمة علان بتقول اه لما النصيب ييجي. اه ادعونا بالتسهيل. اه رادية بتقول اه في الطريق اه في الطريق. دي باللهجة الجزائرية. راهوا في الطريق يعني جاي في الطريق. احنا عندنا فانز كتير من الجزائر عايز اقول لكم. اه نقول لها للانسان اللي يحشر نفسه في كل شيء. اما ردي هو كل شيء في وقته لما يجي ويحين ربي. الوقت ربي بيأزن له ان شاء الله. اه. عندنا ياسمين صالح. ياسمين صالح. بتقول لما تبطلوا تتدخلوا ان شاء الله. لولا اه ايه رحمن بتقول او لولا هتبقى الايه دي يا عبد الرحمن اكيد. كل شيء بيمعاده على الله التسهيل. وفي حاجة تاني لما يتقلي ليه مستنية كل ده? مستنية من يتقلي. الله يرزقك يا رب. الله يرزقك يا لولا. اللهم امين. ربنا يرزقنا بالزوج الصالح. داليا اشرف. اه 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 ريان. سيف الدين. انا كل يوم فرحانة بنفسي. شوف حضرتك بقى فاضي امتى? وتعالى افرح معايا. والجواز ده. لما ربنا ياسم. الله يبس اكده عرض. هي بس سيد عندما يكون يأتي من يستحق اه 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 او يكون له القوامة علينا. والله يجدع. والله يجدع. اهم حاجة انك تختاري اللي هو ما يرفضي. حاجات بقى العشر ومرتاشر اللي احنا اقول لها. هي بس سيد بتقول عندما يأتي من يستحق له القوامة علينا خلاص قلناها. قلنا تاني بسمة بقى. بسمة خالد. اه كنت بقول لما يجي الزوج الصالح اللي في دماغي. مش بيدخن وطقي ويعرف ربنا. ابقى وافق ان شاء الله. والحمد لله قد كانت. الله طب جميلة بسمة. والحمد لله ان ربنا رزقك الامر ده. اه خلينا نشوف التعليقات التانية. قول يا رب محمد سعد. قول يا رب اه دعوات الصالحين. ما تقلقش لما النصيب يجي هعزمك وهبعت لك جتوب. كويس. اه صلي على محمد بتقول هفرحك بشهادتي الاول ان شاء الله. تبقى تاخد الشهادة. اه كله بقول لما ربنا ايه ازا شعبان محمد بقول مفيش عروسة على ايدك والله يا عبتسهيل. على الله حكايتكم. اه اسراء اه حسن بتقول هقول ملكش فيه عشان ارفوني والله حقك. حقك ترد الرد. لانه فعلا تبقى سؤال مستفز. اكتر من انه يعني يكون حاجة حد يدعيلك او حد فعلا بيبقى عايز يعرف اه او من جواه فعلا حريص لا بيبقى للاستقصاء. او ممكن يكون الرد فعلي مش كويس. الله سبحانه وتعالى بالخير للجميع. اه هشام رضا بيقول تخيل بتتسأل هتتجوز امتى وهتشتغل امتى? يعني ده سؤال. اه خلينا نجيب برضو من الاسئلة من الاجابات التانية. محمد عبدالله بيقول الله اعلم له في رواية من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ده ده رد بصه رد مفحم عايز اقول لكم. اه زهراء الرفاعي ادعي لنا يا دكتورة ربنا يكرمني. ادعي لي ربنا يكرمني يا طن تساعات بيبقى السؤال للكيد او الاغازة انه فعلا اه ايا كان فده رد يفحم اللي بيكيد ويلزم اللي في قلبه خير بالدعاء لنا. مع ان الواحد سنه صغير والله اعلم على الحوارات دي بس برضو بنتعرض لها. اه جليلة بتقول جليلة دي يبدأ بالتركي الجيدي ولا ايه? جليلة بتقولها على حسب. على حسب. اه القائل ازا كانت قالتها بنية حسنة تقولها. اه نقول لها يحب ربي. وازا بنية سيئة نقول لها لما تكلمي زوجك يجي يخطبني. يا سلام. ده ده رد مفحم عايز اقول لكم. اه واحدة كل شوية جرتها تدعي لها. ربنا يكريمك يا يا ابن الحلال اللي جرتها. اه بتقول لها يعني بتدعي لها كده. ده مين اللي بيقول التعليه ده محمد محمد بيقول واحدة كل شوية جرتها تدعي لها ربنا يكريمك. باين الحلال اللي جرتها اني وصلت وصلت البنت للاربعين للاربعينات زهقت وقالت لها مفيش ولاد حلال اه خلصه. غيرت دعوة ادعي لها تجوز حتى ولو ابن حرام. استغفروا لها ان شاء الله ربنا ارزقها ابن الحلال. بس طب عالدي نوكتة هاي. وتين بتقول طب اه ليه ما تفرحوا بيا وانا عزبة? والله رد مقنعة. ليه صحيح ما تفرحوا بيا وانا عزبة? ضروري تزوج يعني عشان تفرحوا. اه ياسمين صالح بتقول لما تبطلوا تتدخلوا ان شاء الله قلناه قابل كده. اه حنان اه بتقول اه لأ ده مسعودة جي اتش بتقول اه حنان تفرح انت بروحك الاول. او خلينا احنا تفرح بروحك انت الاول. والله يعني كل التعليقات تعليقات اه تعليقات صراحة مضحكة. اه مريم علي بتقول اه لما ربنا ايزا ان شاء الله ولما نصيبي ييجي وسوف اصبر ان شاء الله ان الله مع الصابرين. اه سمية محمد بتقول زواج نصيب والنصيب في علم الغيب والله عز وجل علام الغيوب. رد حلو. اه اميرة بحجابي بتقول بقول لهم لما ربنا ازا انا نفسي افرح بيا والله واخد الموضوع بدحك واخد الموضوع بدحك فاللي قدامي يفضل يدعيلي وده برضو شيء من الطيبين. طبعا يعني الاسئلة اللي زي ديت. احنا يعني يعني خليني اقول ان في البداحنا بنعمل الاسئلة اللي زي ديت علشان حاجات كتير. اولا تدي خبرة ممكن يكون رد فيه. ناس فعلا زي ما احنا بتقول رد بيبقى اه ناس بتسأل نيتها سيئة. وناس بتسأل بنية حسن. يا حسن هو تكسب دعائه. والرد عليه رد مهزب. والناس التانيتها سيئة. يبقى الردود المفحمة المسكتة ديت علشان يعني ايه? يكفينا هزا الامر لان فعلا بيضايق ناس كتير. يلا السلام عليكم وارقاكم في اسئلة تانية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.